كشفت مصادر سياسية مطلعة معلومات مثيرة عن قضية سرقة أمانات الضرائب المعروفة بسرقة القرن تتعلق بحملات الانتخابات وبيع المناصب وطريقة نقل الأموال المسرقة وتحدثت تلك المصادر عن رأس مدبر للسرقة بعيد عن الأضواء بسبب ارتباطه مع جهة مسلحة وعن مصير المتورطين بالحادث المصادر العليمة أكدت أن مبلغ الأمانات الكلي هو 7 مليارات دولار فيما لم يتم التأكد بشكل دقيق من المبلغ المسروق وأشارت المصادر إلى أن عمليات الاستلاء على المبلغ تمت عن طريق وكالات تجارية مزورة لشركات وهمية موضحة أنه يوميا كانت تسرق عشرة مليارات دينار وبينت المصادر المطالعة على التحقيقات أن المبالغ كانت تنقل إلى مصارف مختلفة وخزنات في بيوت فيما هربت مبالغ أخرى